مع استمرار ازدواجية معايير الغرب تجاه العرب والمسلمين تتسع موجة معادات الإسلام وكراهية المسلمين حتى وصلت ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى مستويات خطيرة في الفترة الأخيرة فمنذ عقود يتبنى الغرب خطابا يجرم معادات السامية فيما تستدعي أجواء العداء السائدة بحق المسلمين إجراء مماثلا عبر سن قوانين تجرم معادات الإسلام لكن ازدواجية معايير الغرب لا تلتفت لذلك بل تطرح تساؤلات حول الموقف من حرية التعبير في الإعلام عند الإساءة للإسلام مقابل تجريم من يعاد السامية في وقت ينتهك فيه الغرب حقوق المرأة في الحياة قتلا وتشريدا من خلال حروبه ضد المسلمين بحجة نشر الحرية والديمقراطية ثم يتساءل متبجحا عما ستفعله حركة طالبان في مجال حقوق المرأة من جنبه أكد رئيس التركي رجب طي بردوغان مكافحة معادات الإسلام وأنه يجب أن يتوقف هذا المسار الخاطئ لتهديده مستقبل البشرية وثقافة التعايش بين المعتقدات بينما وصف عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ازدواجية المعايير بأنها آفة كبرى وأن السياسات المنبثقة عنها وردود الفعل المترتبة عليها تدفع إلى أجواء من الصدام المتصاعد بينما يرى مراقبون أن إهانة العرب والمسلمين ستؤثر سلبا على العلاقات بين الدول الإسلامية والغرب وستزيد الطائفية والعرقية والعنصرية بين شعوب العالم استمرار مواقف الغرب الازدواجية إزاء العرب والمسلمين شرقا وغربا يؤصل لصراع بين الحضارات قد ينتقل من طرح يتعلق بصراع بين الإسلام والغرب إلى صراع مع مختلف الحضارات الأخرى فيما تدعو أصوات هنا وهناك إلى تجاوز الصراع عبر إعادة تأهيل الفكر واحترام الإنسان وسن قوانين تحترم جميع الأديان والمعتقدات وتجرم التعدي عليها بدلا من النيل من المسلمين تحت ذريعة حرية التعبير لا سيما مع صعود التيارات النازية والفاشية واليمين المتطرف في أوروبا من جديد ترجمة نانسي قنقر